اشتركوا في القناة في اعوام الذهب هكذا افتتحت مجلة ميادين اولى صفحاتها في حلتها الجديدة عبر كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد زاخرة بموضوعات نوعية تهتم في المقام الاول بالمبادرات الشبابية من منطلق اهتمام سموه بهذه الشريحة التي تمثل العمودة الفقرية لحاضري ومستقبل البحرين مجلة ميادين تصدر عن المكتب الاعلامي اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتعاون مع مركز الخدمات العلامية صدر العدد الجديد منها مؤخرا بحلة جديدة طبعا العدد حرصنا انه يكون متميز في الشكل والمضمون والمحتوى حتى يواكب المجلات الحديثة طبعا المجلة صدرت باللغتين العربية والانجليزية وحرصنا على ان احنا نربطها بالسوشال ميديا من اجل انها توصل لأكبر قطاع من القراء ثوب جديد زاهن ارتدته المجلة في هذه النسخة ضمت عددا من القوالب الصحفية التي تحرص على ابراز الشباب وتسليط الضوء على منجزاتهم وابداعاتهم حرصنا على الالتقاء بجيلس شباب وتسليط الضوء على قصص نجاحهم ومجالات تمييزهم وتوفوقهم الشيء الاخر حرصنا ان تكون المادة التحريرية المنشورة في المجلة ملبية لطموحات الشباب واهتماماتهم الحاضرة والمستقبلية الهدف الثالث لم ننسى الانفتاح على الاجيال الاخرى فالتقينا بالغامات الوطنية من اجل نقل خبراتهم للشباب طبعا نحن ننشد الجمهور على اساس يتبعونا في هذا العدد وفي العدد القادم من ميادين لانهم بيجدوا كل ما هو جديد ومتميز لجيل الشباب لان المجلة في البداية والنهاية هي منهم وإليهم مجلة ميادين شهدت قفزة تطويرية في الشكل والمحتوى فأصبحت منصة إعلامية رائدة تعرض اليوم مطبوعة وإلكترونيا وباللغتين العربية والإنجليزية هي واحدة من ضمن مبادرات وبرامج سمو الشيخ ناصر بن حمد التي يتبنىها وما هذا الإسهام الأدبي إلا دليل واضح على فكر سموه الذي يرنو إلى معانقة السحاب عبر الشباب لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر